السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبايبي عاملين ايه يا رب الكنوب خير بدعوكم يا حبايبي قلب اللي بيشوف قناتي الاول مرة يشترك فيه وحطولي اللايك الجميل ده وتصلوا على النبي نسمي باللون صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا انا سايب الفراخ الجميزة دي بقالها حب اكتر على السطح يا كده انا اصدا سايبهم عشان اشوف الفراخ ايه الحمدلله خفض من الاسهالات ولا ده لأ عشان بيبنع الصراميك بصراح طبعا ايه سايبهم بقالهم حبة كويسين كده آآ كالوا وعملين بقى ايه اسرحوا على السطح بقالهم شوية كتر طبعا ايه هطلع بقى الفراخ البلدي اسايبها كمان معهم عشان انا ايه عايز ابدل القوض النهاردة ان شاء الله يعني هشيل الفراخ البلدي هحطها مع الفراخ الجميزة كلهم فوق ده واحدة وهطلع الرومي من تحت وهعمل كزا حاجة يعني يوم النهاردة ايه تنظيف مع روتين شامل مع كزا حاجة كده المهم طبعا اكل البيت كان وحيشهم بقى لهم كدير اوه ما حطلومش اكل البيت طلحت لهم اكل بيت من تحت لها بخفوا الحمد لله ما فيش اسهالات ممكن نحط اكل البيت عادي طبعا ايه اهو توفير برضو بيوفر العلف شوية ايه المهم حطلهم الاكل بتاع البيت دوت وسبتهم بقى وقلت ايه عايزة نضف القوض بقى ايه فرصة هما بياكلوا كده عشان هبدل بقى ايه زي ما قلتلكوا القوض وكده طبعا ايه انا حط الرومي جبت الرومي الابيض من تحت طلحته فوق وفضت القوضة اللي كان فيها فراخ الجميزة نضفتها قلت بقى ايه دي عاملة بقى عاملها لكو فيديو الوحدة ونزلته يعني نضفت القوضة وطهرتها وطلحت الرومي ايه الابيض من تحت طبعا كان حطتها في الشقة اللي تحت وبعدين مبهدل بصراحة الشقة تحت وعمل ريحة والشقة نعملها صراميك بصراحة وساعات بننزل نقعد فيها فما حبيتش بصراحة ايه قاسيب وقلت فوق بقى ايه برضو فيها وايه وربنا نسترها ان شاء الله نسيبها على الله صلوا على النبي حبايب قلبي وحطونا الليك الجميل ما تنسوش طبعا ايه هما بقى ايه مركزين مع اكل البيت كده وميحبوا اكل البيت قوي بصراحة طبعا انا عايز اعمل القوضة اللي في الوش دي اعملها للفراخ اللي هي ايه الكاتاكيت الصغيرة الاودة اللي هي كنت بحط فراخ البلد دي هعملها للكاتاكيت الصغيرة هي والرومي انا كنت هحط الرومي مع الرومي التاني بس لقيت ايه الاودة صغيرة وبعدين الرومي ربيض يعني كبير حجمه كبير ما شاء الله فممكن يعود الرومي ايه اللي هو الصغير اللي انا جايبها ده بس برضو لازم اشوف مكان للرومي عشان مش ينفع الرومي ايه يفضل مع الكاتاكيت كده على طول كان حد من حبايب يقال لي ايه ما تسبهوش مع الكاتاكيت وكده عشان الرومي فاصلة ما نفعش تربة مع الكاتاكيت بس والله انا شايفة ان هو ايه يعني مع الكاتاكيت بياكل وكويس ويعني متأقلمين مع بعض عشان هما ايه جايين مع بعض ايه في سن واحد والبط ان شاء الله ايه هيحول برضو اشيله وشيخليه معهم عشان البط مبهدي للقوضة بصراحة البط ممكن اسايبه بقى على السطح كده طبعا طلحت بقى العلفات والمية وكله عايز يتنظف اكيد عشان ايه يوم يعني يوم تحقيم كده ايه شامل بس اهم حاجة عندي القوضة بتاحت الرومي هزبطها كويس وكده وانقل فيها الرومي عشان ايه ابتاح انا من ايه من اعداته تحت عشان يبهدي للدنيا طبعا عشان عايز البيت يبقى نضيف من تحت المهم ايه مسكت بقى القوضة اللي هي اول قوضة دي زبطتها وانقلت الفراخ ايه اللي هي البلدي والجميزة كلهم عبعض قلت ايه ربنا يسطرها بقى القوضة اللي انا هدخلها دي دي الوقت حتى بصوا الفرخة بايدة في اخر الدنيا احناك وقال بني الجردل بتاع البيت وايه ربنا يسطر ما يكونش فيه حاجات تكسر طبعا هاجيبها بقى وهالها دي الجردل ده هما دلقوا الرملة والبيت طبعا جريه على الارض فالحمدلله ما فيش حاجة ايه بكسرت كل ده من الديوك الديوك بصراحة حاجة فظيعة بجد يعني طبعا ايه انا سايبة معهم الفراخ اللي هي الكاتاكيت اللي هي الصغيرة عشان كده كل شوية اطلع روح ابص عليهم بيروحوا للكاتاكيت الصغيرة والبط بيقعدوا يضربوا فيهم فكل حابة اطلع من القوضة ابص على الكاتاكيت اللي هي الصغيرة اخاف لديوك تروح لها المهم اللهم صلى على النبي طبعا ايه بنت ندهت البنت قاعدت ايه في النص ما بين دول وبين دول عشان ايه ننضف القوضة عشان ما بسيب عليهم الفراخ اللي بسيب الفراخ الكبرى معهم بصراحة بيعدوا الكاتاكيته وبيبهدلوهم بس روحت دخلها بقى ايه على القوضة اللي هي تحت اللي هي كان فيها الفراخ البلدي نضفتها اعزوكم بل انا بتهتف في الكلام بصراحة المهم ايه رحت بنضف القوضة اللي كان فيها الفراخ البلدي وروحت بقى ايه لما كاتاكيت كلها والرومي حطتها في كنت احط الرومي مع الرومي رابل بس رجحت بكلامي بقى قلت لأ عشان ما يعودوش يعودوهم ولا حاجة اعملوهم حاجة وروحت بنضفة طبعا القوضة دي تنظيفة كويسة وكل شوية بقى اطلع ايه زي ما انا شايفيني كده ابص عليهم وروحت بقى لما ايه كاتاك روحت داخل الاول جبت البلدي اللي كان في القوضة ده القوضة دي ناكنستها في اليوم ده كنسة كويسة كده وايه ورجحت فيها الفراخ عشان القوضة بتحت الرومي انا بصراحة عقمتها بكلور وغسلتها غسلة كويسة بس قطت الفراخ البلدي لقيت عندي فبصوا البلدي واقعينه ازاي اهو لميتوا ساعتها من الارض كانوا خمس بدات كده جبتهم ما عرفش بقى كانوا بايدين اكتر من كده بس متهقل ما لقيتش بيد مكسر عشان لو في بيد مكسر يبقى هما مسلا كلوه او كسروا ما لقيتش لا بصراحة الحمد لله ما عنديش في الخ يعني الحمد لله بتاكل البيد ولا حاجة الحمد لله طبعا ايه باركة الله فيما رزق جبت البيد اللي هو عندهم وايه ولميته وخدته ايه معايا تحت وانا نازلا الله ما صلى عن النبي هما يوم يبيد وخمسة كده ويمكن تاني يوم قلاقي تسعة الحمد لله يعني باركة من عند ربنا طبعا زي ما قلتلكو ايه انا بقى يعني طالعة مش عارفة بصراحة تايها يعني بين القوض احط ده هنا ايه وحط هنا ايه عبر ما بعوتهم كمان على المكان بيغلبوني بصراحة المهم انا كل دوت قاعدية عشان الفراخ برضو انا بتباحها ويبتاكل اكل البيت كان في فرخة عندي عينة بشوفها خفت ولا لا اللي هي الجميزة الحمد لله بدأت تاكل معه ما ايه دخل وسطهم وبتاكل الحمد لله بقى كويسة بعد ما خيات الاسبرينة بشوف الفراخ يعني كان كسلانين ما بيأكلوا ما بيأكلوش ايه في حاجة مسلا متعورة ساعات الديك بيعضعت فيهم فبقعد ايه ودهم شوية هم بيأكلوا بصراحة اهي الفرخة اللي كنت بقول لكو على اللي كانت عينة دي الله ما صال على سيدنا محمد صالوا عن نبي حبايب قلبي دخلت طبعا ايه ببطلهم القودة كده شيلت الحاجات النشارة اللي كانت فيها دي وفرجت حابة نشارة خفاف كده كانوا عندي صغيرين وروحت نقلة بقى ايه كله ايه على القودة دي الكتاكيت والرومي كله دخلتوا في القودة دي وروحت بقى القودة اللي جنبها رحت حط فيها الفراخ البلدي والفراخ الجمزة مع بعض قلت بقى عشان ايه افض قودة انا عايز افض قودة باي طريقة وكمان لسه اشيل البط ده البط كمان ايه عايز له مكان بقيت بصراحة ربنا مش عارف اعمل ايه المهم ايه قلت اطلع البطة سيبه على السطح بقى ايه مش اخليه مع كتاكيت تانا اكتر من كده اسيبه كده ايه معهم وخلص طبعا ايه بص الفراخ عايزة تروح عندي الكتاكيت اللي هي التانية بقى ايه طريقة طبعا قعدة بنتي في النصة هو مش عايزها تروح هناك بقول لها ايه خلي بالك عشان لو راحوا هناك هيعد يضربه في الايه في الفراخ المهم ايه روحت بقى دخلت زبطت القودة ورجحت بقى ايه الله ما صلى على النبي نضفت القودة اللي هي التانية بقى اللي في النصة الاول كل ده انا بنضف القودة اللي فيها في النص عشان انا هاجيبك كتاكيت مكان دول بس قلت انا نضف القودة اللي في النص عشان انا ايه دول اوديهم هناك الاول عشان دول لازم ادخلهم الاول عشان هما ايه ما بيخشوش بسهولة متعودين على مكانهم ولما غيرلهم القودة هيقرفوني بصراحة طبعا انا ما هتطلومش لسا كده علف كل ده بيأكله في اكل البيت او من فراخ الجمزة وكله داخل في القودة دي هما عايزين يبيت في القودة دي سوما متعودين على هنا طبعا ايه انا ما حطتش علف هحط العلب بس ايه اللي هو البيت هحط شوية اخر النهار بس عشان اكل البيت كتير ما شاء الله مهما كده كده هيكله من دوت ويشبعه هيبيته على كده بس انا بحط العلب البيت عشان هو يحبش اطلع الصبح بصراحة فلما النهار بيطلح كده بيحبوا ايه نقنقهم وبياكلوا فيه اهي الفراخ الجمزة وكله مستخبيه ما مش عايز يطلع من القودة طبعا كل ده واتقم استنيها يخلصوا الاكل اللي انا حطها ده عشان عايزة برضو ايه احبسهم وكده والفراخ التانين اللي هما الصغيرين برضو ايه بسيبهم على على السطح الناحية التانية روحت بقى مخلصة الاودة هي وروحت لما كل بقى هنا ايه كلهم مع بعض في الاودة دي اللي هي الاودة اللي في النص اللي انا قلتلكوا عليها اللي كان فيها الفراخ الجمزة الاول لميت كله قلت بقى خليه كله مع بعض مش يجرح اجرى ربنا يسطره عشان الاودة طويلة وعريضة وحط فيها مسلا عشر فرخات حط فيها اتناشر فقلت لأ كده احنا ايه نازم نستغل الاودة ايه في حاجة تانية نستغلها بقى ايه في الرومي نحط الرومي فيها بس روحت بقى حطهم في الاودة دي كلهم دخلتهم في اليوم ده بالعافية مش عايزين يدخلهم الاودة نهائي من بره خالص مش متعودين على الاودة دي هم مقودتهم في الاخر هناك طبعا جبتهم هناك الحمد لله مربنا هده هم موارفش دخلهم وكده هيعودلهم بقى كم يوم كده ايه بل ما يتعودوا على المكان وكده بس احسن حاجة الحمد لله ان الفراخ بقى كويسة الحمد لله مفيش ايه فرخة عيانة زي الفرخة اللي كانت عيانة قبل كده دي مفيش موضوع اعزاكم الله الاسهالات برضو كان مدايقني جدا كانت الفراخ متبهدلة دلوقت الحمد لله مبقاش في اسهالات وبقى ايه يعني بتلاحظ انت بعينك بقى بتشوف تحت الفراخ عامل انضيف مش نضيف كده لو ناشف وكواس يبقى خلاص الفراخ ايه تمام مفيش اي حاجة الحمد لله حطط لهم بقى العلبة بتاحت البيت حطط لهم فيها رملة تاني عشان تتقل وما يبقى عاش كل شوية وروح تبقى حبسوهم في المكان ده وقلت لهم يلا بقى معاكم ايه ربنا طبعا حبستي كتاكيد الصغيرة وسبت البطة ع السطح اهو فضلت سابقى بقى كده ع السطح قلت ايه ده مش يجرروا حاجة لما عملوا مكان ايه بكرة طلحت بقى تاني يوم لقيتهم بهد للسطح بهدلة بس قلت مش مشكلة يلا الحمد لله ما تنتوش اللايك يا حبايب قلبي موسيقى